بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحباء في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة النهاردة يقول أحبة في الله تتناول موضوع التهاب الأوطار قبل نتكلم في موضوع الحلقة لابد ألا ننسى التعازي لإخواننا وأحبابنا في تركيا وسوريا على هذا الزلزال الذي خصد أرواح يعني نقول آلاف مؤلفة من البشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ربنا تقبلهم في أعداد الشهداء وأن يربط على قلوب زويهم وأن يرحم ميتهم ويشفي مرضهم في أسرع وقت اللهم أمين أيضا نقول بداية عمد راسي بداية تيرم دراسي التيرم الدراسي الثاني بدأ الأسبوع ده ولابد أن نحن نشد على أيدي أولاء الأمور نقول لهم ربنا سبحانه وتعالى يأجركم على تعبكم وولادكم يعني الواحد وماشي اللي راح يوصل أولاده الأوتوبيسات المصاريف اللي بتتدفع في ظل الغلاء الموجود نقول لهم ربنا سبحانه وتعالى يأجركم على كل دقيقة أو كل جنيه يتصرف وينبت أولادكم نباتا حسن يمكن الشيء اللي أسعدني الأسبوع ده أن دخلت الأولاد طلاب الفرقة الأولى في كلية العلاج الطبيعي جمعت القاهرة وكنتش يعني شفتهم الترمي الأول نظرا لمرة دي ولكن هذه المرة سررت جدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرك فيهم شفت شباب وشبات أبناء بقول هم دول أمل هذا الوطن والله في ظل الظروف اللي بنمر بيها أنا عندي تفاؤل كبير جدا أما شفت هؤلاء فأنا وعدتهم أن أشكرهم أنا بقول مش عشان نقول أدبهم وتفاعلهم مع المحاضرة وأخلاقهم العالية لا أنا بشكرهم على أسرهم اللي ربيتهم وخلتهم بهذا يعني نقول هذا الخلق الحميد وهو ده والله أمل هذه الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أبو عيستو لأتمن مكارم الأخلاق فأنا بقول لأسر أبناء الطلاب الفرقة الأولى كلية العلاجة طبيعة جامعة القاهرة بقول لهم جزاكم الله خير على تربيتكم في أولادكم الأولاد في سن سنقولة عندهم نشاط وخارجين من سنوي لكن دول لقيت عندهم انضباط عندهم حب للعلم شغف في الأسئلة حب الفهم بقول لهم جزاكم الله خير زي ما وعدتكم شكرتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى إن أنتوا تدوموا على هذا يعني محاضرة بعد محاضرة وعام بعد عام عشان ما تتخرج تعرف تعالج تعالج إخوانا وأبائنا وأمهاتنا زي ما حصل معايا وكان من تلمزتي هو اللي علجني فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بيكم اللهم أمين ندخل موضوع الحلقة وهو التهاب الأوطار كثير من الناس تقول عندي التهاب في الوطر العرقوبي اللي هو عرقوب الرجل من تحت أو عندي التهاب في وطر الرجبة أو التهاب في أوطر الكوع اللي بيسموها كوع لعب التنس أو كوع لعب الجولف أو التهاب في أوطر الكتف عايزين نفهم الاول يعني ايه وطر وطر هو نهاية عضلة العضلة اللي بتنقبض وتنبسط بيجي في اخيرها كده ربنا خلق لنا نسيج ليه في ما بينقبضش وما بينبسطش يعني زي حبل كده يبقى ماسك كل الالياف العضلية ويوصلها للعضل يبقى هو حلقة وصل ما بين العضلة والعضمة خلاص بيحصل فيه التهاب بيحصل كتير بس انا بنكلم عن الالتهاب نقول ده بيتفاوت في حجمه يعني فيه اوطار نقا صغيرة جدا زي اوطار الصوابع عضلات الاصابع هنا اوطار رفيع وفيه اوطار كبيرة بقى زي العرقوب الرجل وزي وطر الرجبة اللي هو امام الرجبة تحت الصابونة مباشرة ده وطر كبير كل واحد فيهم له وظيفة الوظيفة مش مجرد وصلة بس زي ما انا ببسطها كده ما بين العضلة والعضمة لا احيانا تكون الوظيفة وظيفة ميكانيكية زي البكرة اللي بتعدي على الحبل اللي بيعدي على بكرة كده عشان يزود العزم بتاع المفصل عزم العضلة ايه ده احنا دخلنا في كلام هندسي وميكانيكي ايوة فعلا العضلة اللي بتمر في الكتف كده فيه تجويف وبنقول العضلة دي اللي هي فوق الشوكة العظمية لعضمة اللوح تمر العضلة دي علشان ترفع الدراع للجنب كده كتير على مدار اليوم عشرات بل مئات بل آلاف المرات خصوصا اللي بشتغل اعمال يدوية يعني واحد شغال كل شغلته قاعد زي حالات كده على المكتب ومسك حاجات عمال يقفل هشوف حركة الصوابعي دي اوطار عمالة تتشد وتتفرد او واحد عمال يربط في ازازة الحركة دي وطر عمال يشتغل واحد عمال يرفع وينزل في حاجات على رف اوطار تانية بتشتغل يعني العضلات شغالة بس الاوطار اللي معاها شغالة اكتر على نهاية اليوم لو حسب انت حركت عضلاتك واوطارك كم مرة هنلاقيها عدة الاف المرات طب الاف المرات دي مع الوقت يحصل احتكاك يحصل التهاب اللي التهاب ده يخلي فيه ألم فقول ما حركش او يجي للواحد السكر وما يضبطوش يعني ما يضبطوش يعني يأكل ما بيقسش يهمل في نفسه وزا ما قلت ممكن في حلقة السكر قبل كده ان قد يكون السبب نفسي يعني مريض السكر اللي بيعلي السكر عنده مش الاكل ممكن يقولك والله انا منضابط وبسدق المريض اللي يقوللي كده لكن اقوله طب تعالى بقى القلق والتوتر والزعل يقوللي لا ده انا احكي لك عن ايه ده انا زعلان والعيال عاملين فيا والمصاريف هم مش عارف ادفع الاجار وهضطرد هو اتحط في استرس اتحط في ضغط نفسي الضغط النفسي ده يرفع نسبة السكر في الدم يبدأ السكر يروح عند الاوطار يروح اضعف حتة في الجسم ويصبها يعني مريض السكر اللي بيحصل عنده بنقول عدم انضباط في منسوب السكر او نسبة السكر وتعدت المتين بتنقي اضعف حتة في الجسم عصب البصري تروح تضربه في العين لو وده اضعف حتة لو عنده المفاصل ضعيفة خشونة المفاصل الاوطار تضرب الاوطار يعني كل حسب الجسم ايه النقطة الضعيفة وهي دي اللي تتصاب فكتير من مرضى السكر يجولنا يقول لك عندي الاتهاب في وطر رفع الدراع انا دراع جنبي كده ومش عارف احراجه لو احنا عالجنا كل المرضى زي بعض نقول ده خطأ ليه؟ احنا نجب نبحث السبب يعني المريض اللي عنده سكر وانا اهتم خالص بالكتف وقعد اعمله جلاسات وكهربا واعمله تمارين وتدليق بس انا مش مهتم بالسكر انا ما بعالجش انا كده بعالج العرض لكن اللي بيميز الطب الامن ايه؟ ان انا اعالج سبب المرض الاول ولذلك انا بقول للاطباء وحبايبي ده كاثرة العظام وده كاثرة العلاج الطبيعي ياريت اقعدوا اسمعوا العيان شوي يعني ما تاخدش العين كده ايه اللي بتشتكي منه كدفك طب تعال ورديني الاشعة اه فيه التهاب يلا خشي على الجهاز كده مش هيتعالج صح او هيطول في العلاج انت نادي بتسأله طب نوع وظيفتك ايه؟ انا بيجيدي احيانا العيان مش عايز يقول لي بيانات في العيان بتخيل ان انا بجمع عنه يعني معلومات بيعرفش ان انا ما بقوله ايه حضرتك ساكم فين؟ طب في الدور الكام علشان المشكلة قد تكون خشونة رجبة وهو ساكم في السابع ومعندوش اسنصير بس اطلخصت وكتير من المرضى عندي يعني ناس قال الله ان يكون دعاهم ليه مستجاب يقول احنا دعينا لك والله مجرد ما نقلت من الدور السابع للدور الارضي انا خفيت ليه؟ كان بيطلعش سلم 3-4 مرات في اليوم بعد اما يكبر شوي يقولك انا اتحباست في الشقة فوق لا لو عندك فرصة انك تنزل للدور الارضي وبدل شاقتك حتى لو تبقى اصغر لا بأس ليه بقى؟ انت قللت الحمل اللي على المفصل لذلك الاوطار بيجي لها التهاب لاسباب متعددة ضربت وطر الكتف العضر الرفعة من السكر طب ممكن العرقوب الرجل اللي بنقول عليه الوطر اللي بيعلقوا منه الدبيحة ده يا ربنا يعيننا ويعينكم وتاكل اللحمة وقريب يا رب الوطر ده ايه؟ بنقول هذا الوطر القوي جدا بيجي له التهاب نتيجة املح النقرس احد يقول اه يعني مش لازم يبقى شكة الادم اقول له لا مش لازم فبيجي لي مريض يقول لي مش قادر الحتة دي امسك كده الوطر المه برح ممكن يبقى فيه اعراض التهاب يعني سخنية الايدافة ومحمر اقول له طيب هنعمل ايه للعلاج لهذا اول حاجة حلل لي حمض البوليك في الدم اول ما يحلل نلاقي ارتفاع نسبة اليوريك اسل او حمض البوليك اقول له بس عرفنا السبب ان هنا نقرس هنعالج اه هنعمل لك حجامة عليه و هنديك كريم وعلك طبيعه و جلسات موجات فوق صوتية كل اللي هتحتاج ونعمله بس نعالج السبب الاول السبب البعد عن اللحوم الحمرة والكلاوي والكبدة والشاي والقهوة والبقول ونبعد عن التسالي والترمس والحمص واللي هبعد ده كله وقول له اه لازم ونبدأ نشرب بقدونس ونشرب وناكل حاجات فيها اجزاليت عشان تعادل اليوريت اللي موجود واهم حاجة نشربها المية يعني اخر بحث طالع منشور في انجلترا بيقول ان مرضى النقرس مشكلتهم الاساسية عدم شرب مية كفاية يعني هو راجل اه اكيل لحمة ويفطر فول الصبح وطعمية وكبدة وسندوت شاك كبدة في العشرة يعني بياخد كمية بس ما بيشربش مية كفاية بيقول لك ايه ابا اخب بقى كده وخلاص وبعتمد على الشاي طب الشاي ده مليان حمض بوليك وانت عملت اشرب شاي وباخد اتنين قهوة كده يصحصحوني مليانين حمض بوليك وعندي في البيت او المكتب او في العربية كيس لب بقد كده وزداني تقول منا ماشي بأزأز ها دي حمض البوليك يبقى انت بتعالج السبب نعم طب قلتها ابو اطر الكوع يسموه كوع لعب التنس ليه اول ما العين يجيب ايده كده الورا وهشوف دلوقتي مرضى هم بيقولوا هنعمل الحركة دي وانا بعملها اه ده الوجع بيزيد اقوله بس الوطر الخارجي كوع لعب التنس ده نتيجة الناس اللي بيشتغلوا اعمال يدوية حركة كتير كتير الوطر عمال يحصل احتكاك احتكاك يتبرد يعمل له الالم وقد يكون عند المريض سبب او اتنين او تلاتة في نفس الوقت معنى ايه يقوله ممكن المريض يبقى عنده سكر وعنده زيادة في حمض البوليك وبيشغل ايده كتير ده يبقى المرض معروف سبب طب يتعالج الوطر ده بايه الحالات الحده حده يعني ايه يعني فيها التهاب وسخونية وحمرار بنقول لا بد نعمل الدراع او الرجل في وضع راح لو الكتف رح جايب له العلق اعلق دراعه وكده قلت لما التهاب يخف مش كتف ملتهب وانا ماسك وعمل احرك لا احرك يا حج الاحسن يتيبس ليه غلط ان وقت الحركة نقول ما بعد الالتهاب الحاد وانا عارف طبعا عشان نتكلمنا مع الزمنة شكرت اولياء امور الطالبة فاكيد الحلقة يشوفها كتير من الطالبة فاقول لك اهو التحريك يأتي بعد انتهاء مرحلة الالتهاب الحاد طب دي ممكن ياخد ايه ياخد اي مضاد الالتهاب حاجة تسكن شوية الالم ممكن اعمل له لو فيه سخونية وحمرار اعمل كمالات مية سقعة يقول لي سقعة اقول له اه ده انا عندي مرضى كتير كانوا يحطوا رجليهم مخصوصا لو الوطر فيه مشكلة او فيه دبوس اللي هو من سميه شكة الادم يحط رجلهم في مية سخنة تورم زيادة والالم يزيد ليه انه عملها من نفسه انا بقول قعدة عامة ممكن برنامج بجنة ده برنامج توعية بمعنى ايه لو فيه عندك التهاب حاد يعني احمرار ورم بلاش السخن المية السخنة لا وبلاش التدليك انه واحد يقول لك انا اجيب نقطة زيت زتون وهدلك اجيب ابو فاس وهدلك هجيب شوية زيت نعناع وزيت زنجبيل وادلك اقول له لا خطأ ليه المفصل الملتهب الحاد اما تيجي تدلك وتقعد بقى تتعافى شوية انت عمل تزود للتهاب فيبدأ يحصل تورم لو انا ما عنديش بقى ربط ضغط وربطتوا بعديها او قعد تمسكه واقول لك واحد ناس كتير يعني من اخواننا الطيبين يقول لك عايزك تردلي المفصل يعني احيانا واقف عند الفكهاني باشتري منه حاجة فريتو بيقول لي اه دكتور امير اه والله كواس انه شفتك عايزك تردلي المفصل هنا بقول له ردولك ازاي قال والله وقعت عليه كده وانا ماشي روحت من الكعب اللي نزلت كده اتكعبلت في الجلابية فبصت على الدراع من هنا طب حرك حرك كويس معناه انه مفيش كاس بس لقيت في سخونة وحمرار ده معناه ان حصل التهاب حاد وطولة انت وفروض دلوقتي محتاج دراعك يتلاف ويقعد في وضع كده عشان يحصل التئام للانسجة اللي حصل عليها الشاد يعني لو وقع في ايد حد تاني بقى مش دكتور وقال له كده يقول له لا هاد انا هرده لك ويقعد يشد ويقعد يدلك ويعوك شوية دراع ويقول له لا كده بقى كويس وطبعا الحالة متبقاش كويس ده مجرد ما اخونا الفكهاني ده عملنا دراعه في ربطط له الدراع وقلت له هنقعد يومين وابقى عد عليك نبص علي عدت بعد يومين لقيته يقول له انا بقيت احرك وكويس جدا اقدر افك قلت له فك الدراع وقى زي الفل ليه؟ المرحلة الحادة منفعش فيها لا تدليك ولا تحريك مسألة هاجاية كمان يعني مسجوعة بنقول التهاب الاوطار العلاج حسب نوع الوطر يعني ما يكون عايزة عالج اوطار صغيرة جدا هنا في الصوابع يختلف طريقة العلاج عن وطر متوسط الحج زي الكتف او وطر كبير زي وطر العرقوب او الرب دول محتاجين كل واحدة يوم ليه علاج خاص العلاج الخاص بالنسبة الوطر الادم او المفاصل الكبيرة اولا زي ما بنقول هل هو الالم حاد ولا بقى مزمن يعني موجود عنده بقى له مدة وما فقوش لا سخنية ولا وراء طيب يتعالج بايه؟ افضل شيء نعمله في العلاج الطبيعي الموجات الفوق صوتية جلساتة ياخد له 6-13 جلسة طيب بيسأل واحد طيب الحجامة مفيدة يا دكتور أمير اقول له مفيدة طيب الابر الصينية مفيدة؟ مفيدة الحقن سم النحل مفيدة؟ مفيدة ولكن مش هي الوحيدة في العلاج احنا العلاج منظومة منظومة يعني ايه؟ هيعمل واحد واثنين وثلاثة يبقى الحجامة كويسة ولكن محتاج اني ادلك المفصل علشان ادفله شوية مرونة ندي له مثلا الجل والكريم اللي فيه زيت النعنع وزيت القرنفل وزيت الزنجبيل ده بالعكس هيبدأ يلين وسكن القلم في نفس الوقت التمرينات انا عايز اعمله هو بش قادر يفتح دراعه كده لابدأ اعمله شوية تمرينات بسيطة لو في الكت فقول له اعمل تمرين البندول زي بندول الساعة حرك دراعك امامه وخلفه كده يقول لك اه والله الدراع بدأ يلين طب حرك جانبي اه لا ما شاء الله الدراع بقت حاجز حرك في الجانبي الاخر لا ده الدراع زهايل وزي الفل طب حرك لفوق وتحت امسك بكرة وحرك خلي ايدك ايدا يعني فيه تمارين كتيرة متعددة نقدر نديها للمريض حسب الوطر المصاب طيب كتير من المرضى الان يتصلوا بيا بيقولوا يا دكتور امير انتا قلت ان الحجامة مرة في الشهر انا اقول لهم ايوا ان اثناء الشهر فيه علاج تاني فيه تمرينات فيه تدليج فيه كرمبي الدهن فيه وسائل اخرى فيه جلسات علاج طبيعي بيقول لي اصلا انا رحت للحجام قال لي اول بن اول مرة نعملها بعد اسبوع يعني حجامة وبعد اسبوع مرة تاني وبعدين بعد اسبوعين بعدين بعد ثلاثة قلت له دي طريقة ما سمعناش عنها ومش وردة في اي بحث علمي وانا بقول خطأ ليه انا لسه عامل الجسم بياخد وقت على ما يحصل له حاجة اسمها يعني استرجاع لحالته الطبيعية بعد الحجامة انا لسه مشارط ده يا دوبك الاسبوع ده يكون لسه الالتقام في الجلد بروحش عامله تشريط تاني ومفهوم الخطأ ان فيه ايه فيه دم فاسد يعني حقول انه طلعه ما فيش حاجة اسمها دم فاسد لا يعني حتى الاماكن اللي بيكون فيها قلم شديد اما عملوا ابحث وحللوا الدم والدم اللي في الوريد لقوا دم علي الشوائب لكن ما نقولش عليه فاسد فيش حاجة اسمها دم فاسد طيب يبقى الحجامة مفيدة لعلاج الاوطار فييجي واحد يقول لي طب انا عندي التهاب فاوطار صوابعي وعندي حاجة اسمها الزناد عندي حاجة اسمها اصبع الزناد صوبا عاجة تني ما يتفردش يعمل كده لازم امسك ايدي وارح فرده بايداي كده اروح فرده بايداي طب اعمل ايه بقول له هنا بقى بنخش في حاجة اسمها تنبيه الوطر بالابر الصينية او بالابر الجفة الابر الجفة يعني ايه يعني ابرة مش فيهاش سائل مش حقن حاجة طب بالنسبة الناس يقولك لأ انا رحت للدكتور وقال لي هحقنك بمادة هتلين نقول له لأ انا يعني ده شغل الدكتور العظام وما بنتدخلش فيها لكن الابر الجفة بنحط مجرد ابرة فقط ايه اللي بتحدثه هنا بتحدث حاجة اسمها الشفاء الزاتي ايه شفاء الزاتي يا ده دكتور حاجة جديدة اول مرة نسمعها لأسي معناها كتير شفاء الزاتي ان ربنا جعل في جسمنا منظومة مبرمجة زي البرامج بتاعت الكمبيوتر كده ان الواحد لما يتعب ان في الجسم شيء جهاز يعيد ترميم التالف في الجسم سبحان الملك ريتنا كلنا كده نقول سبحان الله علم الانسان ما لم يعلم طب ايه دليلك عالكلام ده يا دكتور امير دليل كلنا جربناه مش انا بس ايه هو كلنا بنجرح واحد بيعمل بتخرط سلطة بتعمل بتقطع طفاحة وبرطقانة بتعمل اي حاجة المهم السكينة جرحة ايدوا الجرح اللي بيحصل هل احنا بنجيب كل الجروح بنخيطها لا احنا بنحط نغسل الجرح ونحط بلاستر كده ونروح لفين بيحصل ايه يوم يومين نلاقي حصل التقام في الجرح طب ايه من اللي عمل الالتقام الله ازاي عمل في جسمك برمجة تسمى برمجة العلاج الذاتي مفهوم جسمنا من جوه نفس القصة بس ازا ما عملنا برا حطناهم كده جنب بعض وحطناهم وسيلة ان احنا نمنعنا برا نمنع التلوس نفس الشيء في الداخل واحد يقول لها ان كان عندي التهاب في الشعب الهوائي اقول له طيب هو ربنا فيه شفاء ذاتي هنبدأ ناخد القرنفل هناخد كذا ونشرب اللي بناتذكر ورق الجوافة بنساعد لكن الجسم من جوه هو اللي بيشفي فقول لي والله ما خفيتش بالشفاء الذاتي بس أده سؤال طيب انت بتدخل حاجة بتتعب الرئة انت بتدخن يقول لي اه قوله طيب انت جاي انت جاي عايز الشفاء الذاتي وانت بتمرد نفسك لازم انت تساعد جسمك خد بالك المساعدة ان انت تعمل حاجة انت عليك جزء وربنا عليه نقول كل شيء على الله عز وجل بس انت لازم تعمل وقول اعماله طيب واحد مغير مفصل الرجبة مين اللي هيخلي العظم يلحم حوالين المفصل الله مين واحد عامل عملية ومخيط مين اللي هيخلي الغرس تلتائم الله ايه ده ايوا ربنا جعل شفاء ذاتي في جسمك مجيش انت بقى تروح تحاول تعمل شيء عكسي كده ليه ايه العكس يعني بناس بيجري تليفون واحدة تقول انا والدة قيصري طيب يا ستي بس يعني اهل البيت مرحمونيش قوم اشتغلي خش حلبي اعملي فالجرح تلوس اقول هم جانوا عليك وانت مفروض ما تطوعيش يعني ما نقولش بقى ايه انا ده بيسميه الورع الكاذب ليه انت عشان تخفي لازم تمنع مصدر العدوى والتلوس من الجرح ننفعش اخش اعزاكم الله يعني حظيرة مواشي والاحلب جاموسة وبقرة وانا عندي ببطني غرز مفتوحة نتيجة القيصرية ده ما تلتقمتش هتلتقم ازاي ده هيجيلك عدوى وميكروب وانا بقول الكلام هنا توعية ما فيش ما نسمحش واي حمى ربنا هيسألك عن مرات ابنك لو انت اجبرتيه هتعمل حاجة وهي تعبانة ومريضة ومش قادر اتق الله نفس القصة بقول يعني انا بكلم الحموات اتق الله في بناتنا حرام عليكم اياكم تقصي عليها تروح تعمل وهي بطنها مفتوحة وهي عملة عملية وهي كذا لا ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء يمكن وقت البرنامج جري جدا وكنتم محضر لكم حالة من العياذة هنقولها ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علمه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أفسارنا اللهم أمين وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته